في ظروفه الاستثنائية يأخذ من جهدهم ووقتهم ووقود مراكبهم أكثر مما يجود به بحر غزة المكبل بقيود جم تخشاها زوجات الصيادين وأبناءهن فمنهن من أقدمنا على المشاركة في مشروع إعداد وجبات المأكلات البحرية جوزي يعني بيشتغل في البحر والوضع في البحر سيء لأنه محدود البحر بقدرش يجيب يعني فيش أيام الأسماك فيش مش موجودة وطريت أني أنا أشتغل لشان أوفر لأولادي وأساعد جوزي لكل منهن حكاية مع ضيق الأحوال والطرار هنا للعمل في هذا المطبخ الناشئ فكرة زوجات الصيادين بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة اللي بيعيشها الصياد وقلة الدخل فلذلك فكرت نساء الصيادين بتحسين دخل أسرهم من خلال استثمار الأسماك اللي بيصيدها الزوج المشروع ممول من المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية طبعا تمويل أصباني من الأصبان تتقاطع هنا كثيرا سيرات الخوف والفقر معنا رغم ما يحمله المكان من شغف النجاح بدوافع التخلص من ضمك عيش الصيادين الملاحقين برزقهم جوزي هن بيشتغلوا على الفوض يعني البحر بديش يوم بدي وعشرة بيقاف هذا البحر وهذا شغله أنا عندي ثمان تنفار عندي الكبير تعبان عنده ربو ويعني بيساعد أبو في البحر يعني طلع من المدرسة وبيساعد أبو في البحر والتاني الوسطاني برضو محمد كذلك المثل طلع من المدرسة وبيساعد أبو في البحر بيقولوا احنا بدناش مديرس عشان فيش داخل علينا على الدار يا بيساعدوا بعض يسلمهم ما يخرجه في رحلة شقائن ويقتادنا معه إلى حيث تفاصيله هو أقدر على التعبير عنها بوجهه المنهك الذي ينطق كبدأ لما بتصير رزق على حدود اليهود بهجمنا الطرات لما بنرمي على الحدود بهجمنا الطرات بظلم يهاجموا يعني بهجم علينا وهذا يعني بننخطرش عشان هيك بهجم على الحسك بيأخذونا عنا والحسك عشان هيك بنخطرش والرزق أكترش بتبقى على الحدود يا على الحدود منها يا على الحدود منها فيما نسجل يوميا عشرات الانتهاكات من زوارق الاحتلال التي تطارد أربعة آلاف صياد يعتاشونه مما يعطيه البحر ضمن أميال يحددها احتلال وينصب في إطارها كمائنه بين حصار ومطاردات يومية للصيادين وثقة لحياة يغشاهم يعيشون يومياتهم ذلك بحجم ما يطرحه البحر بنطاقات ديقة مرهونة بالمواسم والاعتداءات الإسرائيلية من بحر دير البلح وسط القطاع إسلام الزعنون تلفزيون فلسطين